نظمت جمعية رسالة للأعمال الخيرية إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فعالية لتوزيع وجبات إفطار رمضاني ساخنة على 500 أسرة من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بمحافظة الإسماعيلية وذلك بمشاركة عدد كبير من متطوع التحالف يأتي ذلك تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفقا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا النهاردة بالتعاون والشراكة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي بتقدم جمعية رسالة داخل محافظة إسماعيلية 500 وجبة سخنة فطار لأهلينا داخل الأولى بالرعاية داخل محافظة إسماعيلية وده بعد ما تمكنت جمعية رسالة بالتعاون مع التحالف الوطني لتوزيع أكثر من 8000 كارتونة